عودة الحظر الشامل لمدة يوم واحد في محافظتي عمان والزرقاء بسبب انتشار وباء فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات التي تجاوزت الأربعمائة إصابة خلال أقل من ثلاثة أسابيع. محافظة عمان والزرقاء عادتا إلى المستوى المتوسط الخطورة بحسب مصفوفة الحكومة الأردنية للوضع الوبائي في المحافظات والمدن. يمكن فرق الاستقصاء الوبائي من الوصول إلى المخالطين للإصابات التي تم تسجيلها بالأمس وسهولة الوصول إلى هؤلاء المخالطين وسرعة إنجاز المهمة ويسرها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بقلل عدد مخالطة الناس ما بينهم. هذا يعطي أو يؤدي إلى كسر سلسلة العدوى. أسباب مختلفة كانت وراء عودة تسجيل إصابات بالفيروس بعد أن أعلن الأردن محاصرته للوباء. وكان يستعد للانتقال إلى المربع الأخضر أو منخفض الخطورة. إلا أن المخالطة وعودة الأردنيين من الخارج والثغرات في معبر جابر الحدودي كان لها الأثر السلبي الأكبر. حصل هناك خلل في بعض المعابر الحدودية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى في تراخي ما بين المواطنين في تطبيق أمر الدفاع رقم 11 والذي ينص على لبس الكمام والتباعد الاجتماعي. هناك مسؤولية مشتركة ما بين المواطنين وما بين المسؤولين. حصل خلل ما في أحد المعابر. سجلت إصابات وكون في إصابات في مخالطين لهذه الإصابات. وتعمل الحكومة على رفع حالات التأهب الطبي وزيادة عدد فرق التقص الوبائي وتجهيز المستشفيات والتشديد في تطبيق الإجراءات الخاصة بالسلامة العامة. ومنها ارتداء الكمامات والقفزات والمحافظة على التباعد الجسدي لضمان الحد من انتشار الوباء. ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا أوقف عجلة الحياة في محافظتي عمان والزرقاء. حيث فرض حظر تجول شامل لمدة 24 ساعة. فخلت الشوارع إلا من الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية التي تعمل من أجل المحافظة على صحة المواطن الأردني. دامالكردي قناة الغد. عمان